اشتركوا في القناة اشهد سعادة الوزير بالاهتمام الكبير الذي يليه خادم الحرامين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والجهود المستمرة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة وكافة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لرعاية وخدمة ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج مؤكدا على التطور المشهود في كافة الخدمة المقدمة للحجاج على كافة الأصعدة وطلع الوزير على الأعمال المبذولة من بعثة الحج في مملكة البحرين بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لاستكمال كافة الترتيبات اللازمة لضمان جهزية الاستعدادات وتكامل الإجراءات والمتطلبات لتقديم كل ما من شأنه تيسير شؤون الحجاج من مملكة البحرين لحج هذا العام ترجمة نانسي قنقر